في صياق اخر قال مستشار الرئيس الامريكي للسياسة الخارجية ان الاتفاق النووي مع ايران سيتغير بشكل يضع في الحزبان دول المنطقة التي تضررت من التدخلات الايرانية من ناحية اخرى قالت وزارة الخارجية الامريكية ان ايران ستنقل الكمية الزائدة التي انتقتها من الماء التقيل الى الخارج التزاما منها بالاتفاق النووي مع القوى الكبرى جاء ذلك في اعقاب تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية يشير الى ان ايران تجاوزت قليلا الحد المسموح به لمخزون الماء التقيل بعد ساعة من فوز ترامب والذي انتقد الاتفاق النووي الايراني اشتركوا في القناة